السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد الحل بتاع تحدي power query التاني تحدي الاجماري الجاري او running total في البداية شكرا جدا لكل الناس اللي بعثتلي الحقيقة المرة دي في حلول كانت رائعة وحنتكلم عنها ولكن تعال الاول نفتكر مع بعض نفسه كان بيقول ايه تحدي نهاردة بسيط جدا عندي جدول موجود فيه عمودين العمود الاول فيه تواريخ تبدأ من 1 يناير تنتهي في 21 مارس يعني بيغطي حوالي 3 شهور كمان فيه عمود فيه المبالغ المطلوب وباستخدام power query ان انا اضيف عمودين على الجدول ده عمود فيه الاجمالي الجاري ده العمود الاول مش كده وبس عايزك كمان تضيف لي عمود الاجمالي الجاري الشهري يعني ايه يعني انا بعمل اجمالي جاري لكل شهر على حدة الحقيقة كالعادة انا كنت مجاهز حل واحد بس للتحدي كان باستخدام table.selectrose لكن جات لي حلول كتيرة وحلول كلها ممتازة منهم حل باستخدام list.firstin وده حل معروف ويستخدم كتير فقررت انا حدمج الحلين مع بعض يعني حبدأ النص الاولاني من الحل او المستوى الاول اللي هو ring total على الفترة كلها بالlist.firstin وبعد كده احنا بنعمل الجزء بتاع monthly ring total او الاجمالي الجاري الشهري هنعمله باستخدام table.selectrose لكن كمان جالي حل ممتاز جدا عجبني جدا حل very clean وvery creative جالي من صديقنا الاستاذ هشام بن طامة من الجزائر والحل عجبني جدا باستخدام custom function الناس كتيرة استخدامت custom function وهي بتبعاتي الحل وحل طبعا جميل جدا وممتاز لكن هو بصراحة استخدمه بطريقة creative شوية فانا قررت ان انا اخد الحل بتاعه زي ما هو بالزبط وهعرضه في نهاية الفيديو للاسف هيكون الفيديو طويل شوية يعني حوالي اكتر من تلت ساعة لانه بنعرض الحل بتاعي وبعد كده الحل بتاع الاستاذ هشام ولكن اتمنى يكون مفيد ويدي لك افكار ويفتح معك افكار لحاجات تانية كتير وطبعا لو حركت شاركت معي بالحل بتاعك انتظر لهاية الفيديو هتسمع اسمك وهتشوفه على لوحة الشرف بتاعتنا ويلا بينا على طول نروح على الجزء الاول من الحل باستخدام list.firstend انا قد وديت الجدول على الpower query هتلاقي على يمين اسم الquery running total واول خطوتين source change type كل حاجة صفار تمام تعال نفكر محتاجين ايه احنا محتاجين نزود column هنا في الحتة الفاضية دي ويكون فيه running total طبعا عشان احسب running total ده كأنني بالضبط بقول لو سمحت في اول line من ال column الجديد اجمع لي السطر الاول في ال line الثاني اجمع السطر الاول والتاني في ال line الثالث اجمع السطر الاول والتاني والتالت وهكذا طيب عشان اعمل كده محتاج رقم متسلسل يساعدني ان انا اعرف اقول له السطر الاول السطر التاني السطر التالت وهكذا ممكن add index يعني add index يعني ازود عمود وديه feature موجودة في user interface ممكن ازود عمود والعمود ده فيه رقم متسلسل من اول واحد فاول line لحد واحد وعشرين اللي هو نهاية الجدول زي ما حراك شايف لكن قبل ما اعمل كده فيه حاجة مهمة جدا لازم اتأكد انه ال column بتاع date مترتب لازم اتأكد ان الجدول مترتب تبقى نتديه هو انا اللي مديه لك هنا already مترتب ولكن افرد كان معاك الجدول مش مترتب يبقى اول حاجة لازم تعمله تعمله صورت افتح هنا من عند الفلتر وانا لو سمحت صورت ascending او لو سمحت رتب ترتيب تصعودي الخطوة التانية هقاد ال index هروح على add column هليق حاجة اسمها index column لو فتحت السهم الصغير ده مديك option تبدأ من zero او تبدأ من one او custom تبدأ من اي حاجة انت عايزها انا عايز ابدأ من واحد فهقول له from one هيعمل لي column اسمه index وقادي من واحد لحد واحد وعشرين يبقى انا ال column ده هستخدمه عشان في كل مرة انفذ عملية جمع جوه اي سطر من دول اقول له ينتهي فين بالزبط ياخد كام سطر من البداية سطر واحد ولا سطرين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة وهكذا طب هعمل العملية دي فين يبقى انا محتاجة add column كمان في الحتة الفاضية دي اقول له سمحت add column وطبعا هيكون custom column فحقول له add column وقول له لو سمحت add custom column فهيفتح لي الويندو بتاعة custom column طب اول حاجة يعني مجرد تجربة كده انا عايز اجيب table بالكامل يعني ايه table بالكامل يعني table اللي انا شايفه وراء ده عايز اما زود عمود جديد كل cell او كل row في العمود الجديد يكون جواه table بالكامل طب اجيبه ازاي ده table ده موجود في ال variable اللي اسمه added index او في ال step اللي اسمها added index يبقى لو وقفت هنا وعملت reference للخطوة دي هيجيبلي table بالكامل وعشان اعمل كده خد بالك added index فيها space يبقى لازم اخط الاول هاش وبعد الهاش double code وجوه هاكتب added index يبقى اكتبها صح وبعد كده اقول له اوكي ولو وقفت هنا وبصيت تحت في ال preview اللي تحت ده حلاقي ادي العمود بالكامل واي سل من دول فيها العمود بالكامل بس انا مش عايز العمود كله انا عايز بس الكلام بتاع الاماونت يبقى حرجع تاني على خطوة added custom وهقول له سمحت انا عايز بس اللي فيها الاماونت او الكلام بتاع الاماونت وعشان اعمل reference على كلام معين هستخدم ال square bracket او بيسموه field access operator وهاخطار الاماونت وبعد كده اقول له اوكي الوقت بقى عندي list بدلا ما كان عندي table بقى عندي list لو اخترت الليست حلاقي list الاماونت ومترتبين ده اليوم الاول ده التاني ده التات وهكذا دلوقتي بقى عايز اقول له لو سمحت اختار لي وانت واقف جوا اول سطر اختار لي بس الايتم الاولان لكن وانت في السطر التاني اختار اول وتاني سطر وانت في السطر التالت اختار اول وتاني وتالت عشان اعمل كده ممكن استخدم فونكشن ظريفة جدا اسمها list.firstin قبل الليستة طبعا اخد بالك ده في الاخر list عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن كولوم جوا جدول والجدول هو اللي موجود في الخطوة السابقة يبقى قبلها ممكن استخدم الفونكشن اللي اسمها list.firstin وبعد كده هفتح قوس طالب مني ايه؟ لستة واللستة موجودة هي قدامنا وتعالى نشوف عايز ايه بعد اللستة هي بقى حعمل كاما طالب مني count or condition يعني ادي له عدد او ادي له condition في الحالة بتاعنا ممكن ندي له عدد طب العقد موجود فين؟ العقد موجود في الكلوم اللي اسمه index لان احنا زودنا ال index column في السطر الاولاني هيقرأ واحد في السطر التاني اقرأ اتنين اقرأ ثلاثة وهكذا يبقى لو اديته index هنا وقفلت القوس وانتلو اوكي تعالى نشوف اللست بتاعتنا حصل فيها ايه؟ اختار اول واحدة ما فيهاش غير اول amount اختار التانية فيها تنين amount اختار التالتة ثلاثة amount وهكذا لحد الوقتي كويس اوى فضل لي بس ان انا اعمل عملية جامع هارجع الثاني على add custom اعمل جامع برضو عن طريق function سهلة جدا وتتكلم عن نفسها اسمها list.a.sum وانس ان انا حطيت الكلام ده كله جوه list.sum هيعملي عملية جامع وقبل ما نقفل تعال نغير اسم الكلوم ونسميه RT اختصار running total وندوس على اوكي ادي الكلوم باسمه RT وادي حضرتك اول سطر بيجمع السطر الاول بس سطر التاني 1500 زائد 500 1600 وهكذا حتى ايه نهاية الجدول فضيلي حاجة واحدة بس انا كمان عايز اضبط ال data type وطبعا ممكن اعمل اختار دي وعمل change type لكن فيه طريقة اسهل من كده انا طبعا استخدمت added custom column ولما بتستخدم added custom column بص على formula bar هتلاقي ايه هو استخدم function اسمها table.add column جواها البرامترز المختلفة اللي استخدمناها مش نشرحها دلوقتي ولكن فيه برامتر الرابع اللي هو قبل القص الاخير ده لو عملت كاما فيه برامتر الرابع ممكن ادي له ال data type اللي انا محتاجه فممكن اكتب له type ودي كي وورد كتبها لك بالازرق يعني ايه كي وورد يعني حاجة هو فاهمها هيتعلق حايفها من انت عايز تحط بعد كده data type ولو كتبت number ده data type هو برضو فاهمه كتبه بالاخضر قدامك اهو يبقى كده فاهم مني ان انا محتاجة type يكون number وهدوس على علامة الصح وادي change type حصل بشكل automatic يبقى انا كده خلصنا الجزء الاول ازاي اعمل running total من اول يوم وحتى اخر يوم وزي ما اتفقنا الجزء التاني للحل هنحاول ناخد تكنيك تاني احنا شفنا list.sum وشفنا معاها list.firstin هنحاول بقى ناخد approach مختلف وهنعمد على function تانية اسمها table.selectrose في الحقيقة table.selectrose دي دي الفونكشن اللي احنا نستخدمها او بيستخدمها يوزير انترفيس لما يحب يعمل filter للتابل يعني عايز اعمل filter معين بستخدم function table.selectrose وبالتالي انا هستخدم نفس الفونكشن دي عشان اقوله لو سمحت كل ما التاريخ يزيد معاك عايزك تانكلود معايا عدد ايام اكتر ولكن خد بالك في نهاية الشهر عايز تعمل reset.يبقى انا محتاج حاجة تدي دلالة الشهر.محتاج column او معلومة هنا تدينا دليل على الشهر.و تعالى نجرب كده مع بعض او اخترنا column date وروحنا add column واخترنا الحتة بتاعة date ايه اللي انا ممكن اخده من الحتة بتاعة month.ممكن اختار رقم الشهر او ممكن اختار بداية الشهر انا هختار start of the month.حبقى عندي column في start of the month. طيب احنا كده جاهزين ممكن بقى ناد custom column عشان نحط فيه functions بتاعتنا او الكود اللي هنكتبه عشان نحسب monthly running total.فحروح على قاتة column برضو واستخدم custom column وهيفتح لي الويندو المشهورة بتاعة custom column.وحدي له اسم وليكن mtr او monthly running total الجمالي الجاري الشهري.و تعالى برضو نفس اللي عملناه هنحاول ان احنا نريفرنس الجدول بالكامل وده موجود في الخطوة السابقة inserted start month.يبقى برضو كيرفولي كده هنعمل الهاش وبعد كده double code وجوه هنكتب insert start month طبعا خد بالك من small capital علشان الكويري case sensitive.اول ما هقول اوكي.حيجبلي ال table بالكامل.مافيش مشكلة.و تعالى بقى نبدأ نحاول نعدل شوية علشان نوصل اللي احنا عايزينه.وحبدأ اشتغل على ال function اللي اسمها table.select rose فقبل ال table بتاعنا هبدأ اكتب ال function ممكن اعمل enter وابدأ اكتب في سطر مستقل table.select rose وبعد كده هفتح كوس اول حاجة هو محتاجها محتاج مني جدول والجدول في الخطوة السابقة موجودة عندنا مفيش مشكلة وبعد كده كاما عايز مني condition as a function ايه ال condition اخد بالك ايه دي اهو عايز مني table اخده مني خلاص عايز مني condition.دلوقتي انا عايز اعمل مقارنة ما بين التاريخ اللي موجود في التابل الكبير وكمان مقارنة بين التاريخ اللي موجود في التابل الصغير.عايز اقولو لو سمحت اعملي فلتر لabe fazze ده اختار بعد الرؤوس دي والcondition بتاعي يكون ان التاريخ اللي موجود في التابل الصغير يكون اصغر من التاريخ اللي موجود في التابل الكبير.فمعل력ان انا محتاج اعمل reference للبي فرنس чтоб following this table ده.تابل ده طيب ال date اللي موجود في التابل ده موجود فين؟ موجود عندي اهو في في الـ Available Columns. لكن الـ DAT انا مش عارف اجيبه. دي مشكلة. وبالتالي عايزين نشوف لها حل. والحل ده دايما بيكون انا اعمل variable. ادي variable. والـ variable ده هيعبر على الـ table الداخلي. وبالتالي لما اقول له انا عايز الـ DAT ساعتها هيفهم ان انا بتكلم على الجدول الداخلي او الجدول الصغير. والـ variable ده ممكن يكون لي اي اسم. وزي ما اتفقنا قبل كده عشان اعرف variable محتاج افتح قوسين. هفتح القوس الاولاني. وتعال نسميه مثلا او الجدول الداخلي او ممكن اي تي اختصارا يبقى اسمه اي تي على طول. يبقى انر تيبل. طب عشان اعرف ده عبارة عن ايه بالزبط يبقى انا محتاج بعديه الـ goes to operator اللي هو اكول وبعديها حرف اكبر منه. يبقى كده ده على طول على بعضه. ده مش اكبر منه يساوي. دول على بعضهم كده اسمهم الـ goes to operator. ودي لازمتها ان هو بيعرف لي الـ variable هيشتغل يعمل ايه بالزبط. فعندي variable اسمه اي تي. الـ اي تي ده هيعمل ايه? انا هاخد منه الـ date بتاع الـ column فحكتب اي تي. كأن ده الـ table الداخلي. كأن اسم اي تي ده هو الـ table الداخلي. عايز منه الـ column اللي اسمه date عشان اعمل comparison. يبقى احطه ما بين اتنين square bracket كأنه بقوله فيه جدول اسمه اي تي. مجازا هذا الـ variable او هذا الجدول بيعبر عن الجدول الداخلي اللي موجود جوه. الجدول الصغير اللي موجود في القلم ده. وعايز اعمل مقارنة بين وما بين التاريخ اللي موجود في الجدول الكبير. يبقى حقول لو سمحت عايزك تكون اقل من او يساوي. خد بالك العلامة دي مش اكبر من او يساوي. اكبر من او يساوي حكتب اكبر من او بعدها يساوي. لكن لما تقلبهم كده يبقوا شابه السهم. والسهم ده لازمته بيعبر عن الـ goes to او انا هعمل ايه بالـ variable المعين ده. الـ variable ده. هيعبر عن الجدول الداخلي. وهياخد منه الـ column اللي اسمه date. فحقول لو سمحت انا عايز الـ date اللي موجود هنا. يكون اصغر من او يساوي الـ date الكبير. فين الـ date الكبير اهو. الـ date الكبير. يبقى لو عملت الـ date بتاع الجدول الكبير. من غير ما حطت قبليه الـ variable. هيفهم ان انا محتاج الـ outer table او الجدول الكبير. يبقى بقول لو سمحت. انا عايزك تعملي filter للـ rose دي. امتى? لما يكون التاريخ بتاع الجدول الداخلي. اصغر من التاريخ بتاع الجدول الخارجي. اصغر من او يساوي طبعا. وبعد اقفل القوس وتعالى نشوف ايه اللي هيحصل. وهقول له اوكي. تعالى بقى نشوف شكل الجدول ده. يبقى في اول سطر جاب لي ايه? جاب لي بس سطر واحد في الجدول التاني في السطر التاني جاب لي سطرين. الجدول التالت تلات سطور. طب لو نزلت بقى تحت خالص. هيجيب لي ايه? العشرين سطر كلهم. يبقى ايه ده نقصنا فيها حتة كده لسه. محتاج ازود حاجة في الكنديشن بتاعي. عشان اقول لو سمحت اخد بالك من بداية ونهاية الشهر. يبقى هارجع تاني. في وتعالى نفكر في كونديشن تاني. عشان ازود كونديشن تاني جوه. محتاج استخدم الاند اوبريتور. اكتب اند. وبعد كده شفت و انتر عشان ازود شرط اخر. الشرط الاخر ده انا قد عرفت الانر تابل الاي تي. يبقى ممكن برضو او لو سمحت عايزك تبصلي على التاريخ الداخلي. يبقى اي تابل او اي تي اختصارا. ولو سمحت عايز برضو التاريخ. الكلوم بتاع الديت. وعايز ده يكون اكبر من او يساوي تاريخ بداية الشهر اللي احنا جبناه. وطبعا ده بتاع الجدول الخارجي. بتاع الجدول الخارجي هجيبه هنا مفيش مشكلة. ولكن التاريخ اللي انا عايزك تقارنه. يكون دايما تاريخ الجدول اللي ايه الداخلي. تعال نجرب الكود بالشكل ده. ادي اول لين شكله مش بطال. تعال بقى نروح على اول سطر في شهر فبراير. اوقف كده هنا. برضو جاب سطر واحد. طب اللي قابليه على طول نهاية يناير. جايب يناير بالكامل. نقلب يبدأ يريست. يبقى الكلام ده شغال بشكل هيل جدا. طب هلأ انا محتاج الجدول بالكامل? في الحقيقة لا. انا محتاج برضو الكلوم بعد ما عملت الفلتريشن. عايز بس استخرج الكلوم بتاع الاماونت. يبقى نفس الكلام. هنفتح هنا. وهنجي في الاخر خالص. وقال له سمحت من كل الهيسة دي. انا عايزك تديني الاماونت. فممكن اكتب هنا اماونت. ده اسم الكلوم بتاع الاماونت. طبعا بتوين تو سكوير براكت. واقول له اوكي. فالجدول يتحول ايه لستة. ودي المبالغ اللي انا محتاج اجمعها. هرجع تاني. وعمل عمية الجمع. موضوع طبعا هيقفونتها البساطة. ممكن برضو نعمل هنا سطر جديد. اعمل شفت وانتر. وهنستخدم برضو الفونكشن اسمها list.sum. ونفتح قوس. وليست.sum ليست شيء خالص. غير لان اقفل قوس في الاخر. ممكن شفت وانتر واقفل القوس تحت خالص. اعتقد كده فورماتنج مش بطال. هقول له اوكي. وتعالى نشوف بقى ادي المنطي لرنينج توتل. نفس الاماونت في الكلام التاني. محتاجين نروح على table to add column. ونختار اخر حتة فيها خالص. قبل القوس الاخير. ونزود البرامتر اللي بيدينا ال data type. فحكتب type. وقل له number. number دي طبعا مقصود بها decimal number. ويحعمل هنا علامة الصح. وقادي زي ما انت شايف بقى عندي الكلام مترتب. فاضل اختار الكلام زي انا عايزها. محتاج ال date. محتاج ال amount. محتاج ال rt وال mrt. right click. وremove other columns. الكويري جاهزة. home. close and load. close and load to. existing work sheet. وتعالى نختار وليكن ايتش. ونقول له اوكي. وقادي التابل بتاعك. تعالى نشوف مع بعض الحل الاخير باستخدام custom function. وشكرا جدا لهشام بن طامة اللي بعت لنا الفكرة الجميلة دي. وتعالى نشوف هشام عمل ايه عشان يوصل للحل. طيب انا هستخدم custom function. انا قد عملت duplicate query. ومسحت كل الخطوات اللي كانت موجودة قبل كده. مع عادة خطوة source. وخطوة sort rows. فانا كده بقى عندي dates مترتبة ترتيب تصعودي. الخطوة اللي بعد كده ايه. انا هقف زي ما انا كده. مش هعمل اي حاجة دلوقتي خالص. وهعمل reference على query دي. يعني ايه. يعني هعمل right click. وقول له لو سمحت انا عايز منها reference. طيب reference بيعمل ايه. بيروح. زي ما انت شايف خطوة source اهو. بيشاور بص على فيم اللابار. ب شاور على query اللي انا عملت منها reference. وبتبدأ من اخر وضع وصلت لي query اللي اسمها RT. الكويري دي هغير اسمها. هسميها RT function. وهعمل بالزبط نفس الحل اللي عملناه في الاول خالص بتاع الindex. وهروح على add column. وهختار index column. وهختار from one. بعد كده هقات custom column. عشان احسب فيه running total بتاع الفترة بالكامل. هختار custom column. وتعالا نسمي ده running total. وتعالا نقف هنا. ونعمل نفس الفنكشن اللي عملناها. بالزبط المرة اللي فاتت. هدوز على اوكي. وعندي كده running total column. والدنيا لغاية دلوقتي ماشية بشكل كويس جدا. طيب هعمل ايه بعد كده? عايز احول الكويري دي اللي اسمها RT function. هحولها الى custom function. هعمل كده ازاي? هروح على view. وافتح ال advanced editor. وقبل كلمة لات الموجودة فوق دي. هعمل enter. وعايز اعرف variable. والvariable ده. واللي يكون مثلا اسمه my table. هحطه داخل قسين. فحبدأ اكتب my table. وطبعا my table ده هيكون جوا table. ال input بتاع ال variable ده table. فممكن اقول له as table. وكمان بعديها لازم اعمل equal. وبعديها علامة اكبر من. الرمز ده على بعضه equal واكبر من. بيسموه goes to operator. وده لازمته ان انا بقول الكويري ان الوقتي يبقى عندي function. متعرف فيها variable موجود هنا. والaction اللي هتاخده هو اللي موجود بعد ال goes to operator ده. اللي بيبدأ من اول ال let. طب حغير حاجات بسيطة كمان جوه function دي اول حاجة محتاج اشيل source. لان السورس بتاعي او حط source داخل ال function اسمها table.addIndexColumn. هحط مكانها my table. يبقى كده كاني بقوله بالزبط اي table هديهولك داخل ال variable الاسمه my table. هتعمل addIndexColumn. وكمان هتحسب ال running total بتاعه. once you know done. هلاقي ال query كلها تحولت الى function. وزي ما انت شايف طالب مني هنا اختار له table. انا مش هعمل حاجة هنا. لكن هرجع تاني على running total. وتعالا نشوف هنكمل ازاي. اول خطوة هعملها. هعمل monthly running total. طب عشان اعمل monthly running total محتاج حاجة مميزة للشهر. يبقى انا مختار date. هروح علاقات column من الحتة بتاع date دي. ممكن اقول له انا عايز حاجة تميز month. هختار month. ونفس الكلام هقول له start of the month. وانا مختار start of the month. right click. وهقول له سمحت اعمل group buy. طيب عايز اعمل group buy ليه? لاني عايز اجمع كل السطور مع بعض بدلالة الشهر. ولكن انا مش عايز اعمل aggregation. انا عايز كل ال table يظهر عندي. يعني عايز عندي سطر لكل شهر. وجوه كل رومن دول يكون عندي table بالكامل. طب اعمل كده ازاي هل ده ممكن اه ممكن عن طريق operation هنا اسمها all rose. وتعالى نسمي ده حاجة زي all rose. عشان انا بقى عارف ان ده تجميعة all rose. واقول له اوكي. ظهر عندي فعلا تلت سطور. سطر يمثل شهر يناير. وسطر لشهر فبراير. وسطر كمان لشهر مارس. جوه بعدين قدام كل واحدة فيهم فيه table. لو اخترت ال table ده هتلاقي table بالكامل التلتة columns اللي موجودين مع بعض. طب عندي هنا column جوا tables. وعندي هنا function ممكن تحسيب لي لكل table running total. يبقى الموضوع بقى بسيط جدا. هروح على add column. اختار custom column. ومش مهم اسم ال column. هابدى اكتب على طول هنا. اعمل invoke لل function اللي اسمها rt function. فحكتب هنا rt function. وبعدين افتح قوس. ودينه الجداول كلها اللي موجودة في all rows. وقفل. معنى كده انه هيروح على column اللي اسمه all rows. وعلى كل سطر حيلاقي فيه جدول. هي invoke ال function دي. وهيحسب لي running total لكل جدول على حدة. تعال نجرب كده ونقول اوكي. وانس قلنا اوكي بقى عندي column اسمه custom. التبل الاولاني. تعال بص كده ايه اللي موجود جواه التبل ده. موجود فيه شهر ناير بس. وزي ما انت شايف فيه طبعا running total في الاخر. والإنك ستوع موجود هنا. وتعال نبص على ده. ده بتاع فبراير نفس الكلام. بص على مارس الدنيا كويس قوي. يبقى انا قدرت اوصل للمنطلي running total. احنا مش محتاج بقية ال column. وحقول له remove other columns. وبعد كده ممكن نعمل expand للكولومز كلها. فحفتح التساهمين العكس بعض دول. وما تنساش تشيل use original column name as prefix. وتعال نقول له اوكي. وبقى عندك ادي التبل موجود فيه date. موجود في start of the month. موجود فيه index. خد بالك الاندكس الموجود هنا ده. index للجداول الداخلية. يعني هتلاقيه بيبدأ من واحد ويخلص عند تمانية نهاية شهر يناير. وبعد كده يكمل من واحد تاني. ويخلص عند سبع نهاية فبراير. وبعد كده من واحد لغاية ستة نهاية شهر نارس. طيب هنعمل ايه تاني محتاجين احنا كده خلصنا الجزء الاولاني. edit custom دي حسبنا فيها running total. ممكن اعمل راية وسمي دي لو سمحت المنطلي running total. مفيش مشكلة. وهنا عملنا expand. مفيش مشكلة بقى ممكن اكمل عشان احسب ال running total. بس قبل ما اعمل كده احنا انتفقنا الاندكس ده. ما هواش الاندكس الكامل. الاندكس ده بيتكلم على الاندكس شهري. ده بيتكلم على شهر بشهر. فممكن اغير اسمه. وعشان اغير اسمه لو فتحت الفهم الابار. اول مجموعة من اسامي الكلامز هنا. المجموعة دي تمثل اسامي الكلامز الكاتف الجدول الداخلي. ولكن المجموعة التانية دي الاسماء الجديدة اللي ممكن اديها لمجموعة الكلامز دي. فممكن اجي عند اندكس ده. وهسميه لو سمحت انت مش اندكس. انت اندكس بتاع المنطلي. بقى ممكن اندكس ام. وكمان ال running total انت مش running total انت monthly running total. هحط قبليه ام. ومهم قوي انه غير الاسامي في المرحلة دي. وعمل عن تصح. وهتلاقي عندك اندكس ام. وعندك monthly running total. يبقى فاضل لي احسب بس running total. طب طالب انا عندي function ممكن تحسب running total على ايه جدول. يبقى قلت لها الجدول ده كله على بعضه. ممكن برضو تحسب لي running total. ودي سهلة جدا. هروح اعمل custom function. هدوس على fx. وهستخدم برضو ال rt function. ولكن المرة دي هخيريها تشتغل على الجدول بالكامل. والجدول بالكامل موجود في الخطوة السابقة اللي اسماها expanded custom. يبقى انا لو ال date و expanded custom. وعملت علامة الصح. وتعلم بص في اخر الجدول. هتلاقي running total بتاعك اهو اللي شغال من اول المدة لاخرها. وممكن اغير اسم الخطوة دي اقول له rename. وسميها rt او running total. كده الجدول بتاع حضرك خلاص بقى جاهز. ممكن اختار ال column زي انا عايزها. محتاج date ومحتاج amount. كمان محتاج running total. هاخضار بالترتيب. لان ده هيرتب لي كمان. يعني هريموه other columns وحيرتب معايا في نفس الوقت. يبقى اختار rt وانا دايس control طبعا واختار mrt right click وقول له remove other columns. ادي الاعمدة اللي انا محتاجها. هاختارهم كلهم. واقول transform. ولو لو سمحت لديك data type عشان يثبط لي data types. وادي زي ما انت شايف بقى عندي query واحدة بتعملي القصة كلها. لكن بالاستعانة ب custom function اللي احنا عملناها مع بعض. home وclose and load. هي كان معمولها قبل كده load as a connection. فممكن اغير load option right click وقول له load to. وممكن اختار table ونيجي مثلا في column m ونقول له اوكي. نفس النتيجة بالزبط اللي احنا وصلنا لها في الحل السابق. شكرا جدا يا هشام. حل very very creative. اشكرك شكرا جزيلا. الحقيقة زي ما الناس بستفيد من الفيديوز. كمان انا بستفيد من الحلول اللي بتبعتوها. الفقرة الاخيرة وانا بحبها جدا او لوحة الشرف. النهاردة عندنا نجمتين. نجمة الاولة لسلمة هلال. اول female اول بنت او سيدة تشارك معنا في التشالنج. سلمة هلال شكرا لكي جدا. والنجمة التانية طبعا لهشام بن طامة. اللي بعتلي الحل الجميل اللي احنا عرضناه في الجزء الاخير من الفيديو. مصطفى الهواري. اشرف حواش. عمر ابو زياد. هيسم الطحان. كيبن كو. شاراد جوبتا. انتوني سوفي. الياس فياد. ايهاب عمار. نوة اورن. ابراهيم اوزاديد. زياد شرف شمسان. محمد الزيكي. محمود حسن خلف. عمر افاكير. فاتحي طاها. احمد الشنواني. شهاب الصغير. محمود منصور. ومستر سمير طبيل. اتمنى اكون نطاقة الاسامي كلها بشكل صحيح. شكرا جدا لكل اللي بعت لنا الحلول بتاعتهم. لو عاجب الفيديو لو سمحت اعمل لايك. واشترك في القناة. واسب لنا تعليق. واستنى التحدي الجاي. وبص على لينكات اللي موجودة هنا دلوقتي. عشان تستفيد من بيئة الموضوعات الموجودة على القناة. شكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.